انفصلوا سنتين من غير محد يعرف وما تخيلش انه يعيش من غيرها عمل كل حاجة عشان يرجعوا وغنالها ما بلاش قصة حب محمد حمائي ونهلة الحجري لفتت نهلة الحجري زوجة النجم محمد حمائي الأنظار بزهورها في حفل زفاف الموزع الموسيقي الكبير تميم واللي يعتبر من أهم الموزعين اللي شاركوا محمد حمائي نجحت كتير في مشواره وصديق شخصي ليه عشان كده أحيي حمائي الفرح لأكتر من ساعة مجملة لصديقه لكن وجود نهلة أكتر حاجة شدت عدسات الكاميرات وبدأ الجمهور يسأل عن علاقتهم وقصة حبهم خاصة إنها ندرة الظهور ونهلة في الأساس هي معجبة الحمائي وتحولت لزوجة وشركة حياة نهلة كانت من أشد معجبين حمائي وتعرفت عليه عن طريق صديقه أمير طعيمة وبالصدفة فوجئت بيب يحضر المعرض الخاص بيها وفضلت سكتة لحد ما اعترف لها بحبه الأول وفي 2011 اتجوز حمائي من نهلة الحجري في فرح كبير جدا في الفورسيزن ويومها غنالها أغنية لقينا بعض وإنه ملزم بوعد وإنه عيد ميلاده يوم ما لقوا بعض وفعلاً الكل كان بيحسدهم على علاقتهم وقصة حبهم واحترامهم لبعض لكن كانت المفاجأة لما بدأت تنتشر أخبار عن خلافات بينهم قدت للانفصال في هدوء تام لكن السماء اللي نقدر نقول إنها هي اللي حافظت على علاقتهم حتى بعد الانفصال وديتها الأمل في الرجوع هي احترامهم لبعض واحترامهم للعشرة اللي كانت بينهم فمحدش حاول يطلع التاني غلطون أو يخرج بتصريحات جرحة بالعكس العلاقة بينهم كانت شيك ومحترمة وقال حمائي إن قرار الانفصال عن نهلة كان بالعقل لكن عودتهم كانت بالقلب والسبب في إنهم انفصلوا ما كانش سوء تفاهم على قد ما كانت تنشيف دماغ بلا سبب وكان الأسهل بالنسبة لهم هما الاتنين الانفصال وبيقولوا إنه عاش سنتين هما الأصعب في حياته مش قادر يرتبط ولا هي كمان وفكرة إنها كانت ممكن تتجوز حد تاني دي كانت بتجننه وبتطير النوم من عينه وقتها حمائي رجع غنى أغنية قديمة لي من 2003 قال فيها تبعت وتغيب بلاقيك عايش جوايا ودايما مني قريب ما كانش قدام حمائي غير إنه يحاول يرجع العلاقة دي تاني وغنى في 2016 أغنيته الشهيرة ليها ما بلاش وقال فيها مهما طالبنا البعاد مش هنسى حبك وشوفك يوم على خير ما بلاش تبعت عنا تاني ما بلاش حتى في نهاية تتر الأغنية وجه حمائي الشكر لزوجته نهلة وده كانت بداية طريق العودة من جديد واللي قال عنها حمائي رجوع بالقلب وقال إنه بيحبها جدا من قلبه ومن عقله وبيحمد ربنا كل يوم على قرار العودة وإنها في حياته حتى حمائي قرر يروح يعيش في كتوبر عشان يبقى جنب أهلها على الرغم من إنه طول عمره عايش في شرق القاهرة ودي تضحية كبيرة لو تعلمون وبيقول حمائي في مثل بيقول سأل جوحة بلدك فين يا جوحة قال اللي فيها مراتي أنا مدينة ناصر وهي مزة مالك واخوتها بعد جوازهم رحوا عاشوا في كتوبر وصحابها وأسرتها كمان هناك وبما إنه مش موجود طول الوقت في البيت وبيسافر كتير فقرر إن يتكن قريب منهم وعاش في كتوبر اشتركوا في القناة